وعندهم إحساس بأن المرأة دي هي البداية وهي النهاية وهي المنتهى وهي الأمل وهي البتاع وهي القر وهي اللي بتحسسه بضعفه وهي اللي بتحسسه بأنه ساعد بيبقى لمرتبة غير إنسانية وكل ده حطين كل المصايب على المرأة لا تمثل إلا الإصارة فهنا عشان كده فسد عقول شبابنا وبدأ الشباب مش شايف شايف إن المرأة دي شيء يعني لازم هو يروح يدور عليه ويمسكه ويتحسسه ويعمل بتاع تفضحنا برا أنت عارفة إن دلوقتي مصر من الدول اللي بتتحرش جنسيا بالنساء فالسياحة ضربت تقريبا أنا عايزة أسأل بس هل إحنا عادينا نتفرج على ناس بتخرب بلدنا وبتخرب ماضينا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وكل حاجة وعادينا نتفرج على إن دي حرية رأيي لا دي مش حرية رأيي دي مخطط لضرب مصر في أكثر من جهة وفي أكثر من وجهة أنا ده عايزة أقوله لأنه أنا مش قادرة أتخيل إن إحنا في الستينات لما ما كانش بقى يطلعوننا كل شوية شيوخ ودعاة ومش عارف إيه ويطلع إن إحنا كنا خلقا أكثر استقامة ودينا أكثر تمسكا بالدين وأكثر يعني أنت النهاردة ما تحسبنيش أنا لابسة إيه قوي يعني حسبيني أنا بعمل إيه أنا بشتغل ولا لأ أنا ببقى أمينة في كل حاجة بعملها ولا لأ الإنسان في أمريكا وفي أمريكا الناس عايشة ازاي ولأفلام عندهم ازاي وأفلامهم بقى طبعا فيها يعني تعالف المثل إيه يقولك الحلويات ما تنشيش نتعري عشان الدبان ما يتغطاش عليك فيحولوا البناء هدم إلى قطعة حلوة ويحولوا الإنسان إلى مجبوعة من الزباب حاجة مقرفة بينما بقولك في العالم اللي بنعتبره كافر في أوروبا الستيرينج اللي هو النظرة الأكتر من العادي بتعتبر تحرش وتقدر توديك بها المحكمة الحملاقة النظرة أكتر من دقيقة تعتبر تحرش وتقدر توديك بها السجن هذا قانون اللي قال عليه الشيخ محمد عبدو من يعني مئات من أول القرب بالزبط أن أنا رأيته هناك مسلمين بلا إسلام ورأيته هنا إسلام بلا مسلمين بالزبط لأنه فعلا الأخلاق تدريب الأخلاق حضارة أن أدربك ومرنك على أنك تتعامل مع هذه الستة لأنها إنسانة ليس على أنها عبارة عن وعاء جنسي وخاطئة وكافرة يعني أنت بتتربى على الفن بتتربى على الثقافة بتتربى على التعامل مع أشكال الفن المختلفة على الأمانة على الشرف على عدم السرقة دا كل إنما هنا أنت بتربى فقط على أنك تحفظ وتحفظ وتحفظ ولا تناقش حتى الفكر لا تناقش لما رجعت من مهرجان توكيو من أكتر من سنتين أو من ثلاث سنين رحت مهرجان توكيو في اليابان ورجعت وقلت لهم دي أخلاقياتهم كلها أخلاق الإسلام دون ما سموهمش عن الإسلام دا اليابان عندهم ديانة غريبة اسمها شينكو يعني ديانة غريبة جدا وفيها قصص غريبة